ما دلالات طلب بعثة الأمم المتحدة إذناً من حفتر لاستخدام المطارات، وهو الذي لا دور له حسب اتفاق صخيرات المعترف به دولياً؟ سؤال دفعته إلى الواجهة ملابسات منع ميليشيات حفتر هبوط رحلات البعثة الأممية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا، وإذ لم تسمي البعثة المطارات التي منعت من الهبوط فيها، فإن الراجح أن تلك المطارات تقع في المنطقة الغربية وخصوصاً مطار معيتيقة، وهو ما يضع علامات استفهام عن أحقية الأمم المتحدة بأخذ الإذن من حفتر في مطارات لا تقع رسمياً تحت سيطرته. في التفاصيل، قالت البعثة الأممية لليبيا الأحرار أن أخذ إذن الهبوط من حفتر لا يحمل معنى تقنياً ولا يعني منع طائراتهم من دخول الأجواء الليبية، وإنما هو إجراء عادي لطلب الضمانات بعدم وجود أي عملية عسكرية من شأنها أن تهدد سلامة طائراتها أثناء تحليقها في الأجواء الليبية. ما عنيناه بالإذن بالبيان هو ليس إذن بالمعنى التقني للكلمة. هناك طبعاً نقوم بالإجراءات التي يقوم بها كل طيران مدني، الإجراءات المدنية مع الجهات المدنية. وهناك إجراء أمني نقوم به للحفاظ على سلامة موظفي الأمم المتحدة أثناء تنقلهم من وإلى الليبية. وهذا الإجراء هو طلب ثمانات أمنية من جميع الأطراف على الآن. توضيح البعثة لليبيا الأحرار يأتي بعدما عبرت عن أسفها إزاء منع ميليشيات حفتر هبط رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا. قائلة إن الأمر من شأنه أن يعرقل مساعيها الإنسانية والتي تبذلها للمضي في الحوار الليبي في مساراته الثلاثة حسب تعبيرها. بالنسبة للناطق الرسمي باسم حفتر أحمد المسماري فإن اتهام البعثة مجرد رسالة تستبق مناقشة مجلس الأمن للأوضاع في ليبيا من أجل تشويه صورتهم أمام الأصدقاء في المجلس معربا عن استغرابه تصريحات البعثة التي قال إنها تأتي في وقت يشهد ترحيبا من قبلهم بموظفيها في كل المطارات التي تقع تحت سيطرتهم. هذا البيان كان رسالة إلى مجلس الأمن الذي سيجتمع هذه الليلة من أجل مناقشة الأزمة الليبية ويحاول التشويش على مجلس الأمن على الاستقاة في مجلس الأمن يحاول كذلك تشويه القوات المسلحة أمام هذه الجلسة. الثابت في الأمر أن أخذ إذن الهبوط من مسلحي حفتر سيعزز وهم السيطرة لديهم على مواقع لا يملكون السيطرة عليها في الواقع وسيضع علامات استفهام على تحركات الأمم المتحدة التي ما زالت توصف الصراع على أنه حرب أهلية تنتهج سلوكا يساوي بين الأطراف في شرعيتها وقوتها. اشتركوا في القناة